السلام عليكم ورحمة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون وما هي ثمار محبته صلى الله عليه وسلم لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب للفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة رب العالمين كاملة كما أراد الله تعالى فقد أرشد العباد إلى عبادة الله وحده دون الإشراك به وشعل منه المولى سبحانه القدوة الحسنة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد أسر الرسول صلى الله عليه وسلم القلوب حبا بما حباه الله عز وجل من مكارم الأخلاق وأرفع الخصائص فيقصد بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ميل قلب المؤمن إليه ميلا يتحقق فيه إيثار حبه على كل ما سواه بل إيثار حبه على حب النفس مما يدفع المسلم لجعل همه وفكره منشغلان بما يرضي الله ورسوله من أقوال وأفعال لذلك كانت محبة الرسول من أجل وأرفع أعمال القلوب وأصل عظيم يتوقف على وجوده كمال الإيمان حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تجيب محبة محمد صلى الله عليه وسلم على كل مسلم وقد وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من النصوص التي تدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر منها قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فالله تعالى لا يتوعد إلا على ترك واجب أو ارتكاب محرم مما يدل على أن حب الله ورسوله يجب أن يكون مستعليا في قلب كل مسلم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والمقصود من الآية أن يكون النبي أحب إلى المؤمنين من أنفسهم مع تقديم أوامره على رغبات النفس وأهوائها مع كمال الإنقياد والطاعة والتسليم والخضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أي أن الإيمان الكامل للعبد متوقف على رجحان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه على كل من سواه روى الإمام بخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن خطب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر فمحبة عمر بن خطاب رضي الله عنه للنبي مقدمة على رغبات وشهوات وأهواء نفسه كيف تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون محبته بطاعته واتباعه ويقصد بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل المسلم لكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك كل ما نهى عنه وذلك إن كان أمره يفيد الوجوب ونهيه يفيد التحرين سواء كان ذلك في القول أو العمل أو الاعتقاد ولكن إن كان الأمر يدل على الند والنهي يدل على التنزيه فلا يترتب أي إثم أو حرج في الفعل أو الترك قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال أيضا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقد اقترن الأمر بطاعة الله بالأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى مما يدل على الجمع بين الطاعتين أما الآية الثانية فأكدت على عموم الطاعة للنبي في كل ما يأمر به ومن الجديد بالذكر أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت على المسلمين في حياته وبعد وفاته إذ إن النصوص التي أوجبت طاعته جاءت عامة لم تقيد بأي زمن وتكون محبته صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وتوقيره ويقصد بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد المسلم بأن سنته خير السنن فيحبه ويتبعه حقا في الظاهر والباطن مع الحرس على عدم تجاوز حدود الله أو الغلو أو التقصير وهناك العديد من دلائل توقير النبي صلى الله عليه وسلم منها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والأمر بالصلاة عليه يقتضي الوجوب لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه وتكون محبته صلى الله عليه وسلم بنصرته والدفاع عن سنته فإنه من أوضح الأدلة التي تبين صدق محبة المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نصرته والدفاع عن سنته قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والقدوة في ذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا وبذلوا أعظم الأعمال الصادقة دال على حبهم وإيثارهم له على أنفسهم وأموالهم وأولادهم للدفاع عنه وعن سنته وتكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد أمر الله المسلمين بالاقتداء بالنبي وجعل ذلك سببا للهداية فقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا فإن اقتدى المسلم برسوله صلى الله عليه وسلم نال الاستقامة على طريق الهدى والحق والثبات على أوامر الإسلام وتكون محبته صلى الله عليه وسلم بمحبة آل بيته فمحبة آل البيت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى وآل البيت هم زوجات النبي وآل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل العباس بن عبد المطالب إضافة إلى نسلهم جميعا ويمكن الاستدلال على مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أدلة منها قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فقد أكرم الله تعالى نبيه محمدا بمنح آل بيته مكانة رفيعة ومودتهم قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهرا فقد طهرهم الله من الصفات السيئة وأنعم عليهم بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بمحبة أصحابه فقد شرف الله سبحانه وتعالى الصحابة بصحبتهم للنبي والدفاع عن الإسلام وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس فكان حقا للمسلمين حبهم وتعظيمهم وإكرامهم والاقتداء بهم ثمار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هناك العديد من الثمار التي يجنيها المسلم من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر منها نيل الحياة الطيبة بتحقيق محبة الله ورسوله في القلب قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة الدعوة لدين الإسلام والحرص على نشره بين الناس تحقيق الاستقامة والثبات على الدين فاتباع المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله واعتقاده من لوازم محبة النبي نيل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد أخي الكريم أختي الكريمة لا تجعل هذا المقطع يقف عندك بل شاركه مع كل أصدقائك كي يستفيد منه كل مسلم إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته كي يستفيد منه كل مسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته